بسم الله الرحمن الرحيم تذبت قبلهم كونوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل امة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليلحبوا به الحق فأحلتم فكيف كان عقابه وكذلك حقت كرمة ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وكات كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيل كعفهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدم للتي وعتهم ومن طلح من آبائهم وازواتهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تخي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوج العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمثت نسنتين وأحييت نسنتين وأحييت نسنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشركه تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فدعوا الله مخلطين له الدين ولو كرينا الكافرون رفيع الدرجات للعرس يذكر الروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم باردون يوم باردون لا يخطى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كتبتنا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآذفة ذي القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للوالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البطير ولم يفيروا في الأرض فينظروا كيف كان آخرت الذين كانوا من قبلهم كانوهم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وطارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ظلال وقال فرعون زروري أقتل موسى واليد الرب إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يغهر في الأرض الفتاب وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن اليوم حتاب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يكون ربي الله أتقتلون رجلا أن يكون ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كاذبا فعليه كذب وإن يكو صارقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل تأب قوم نوحي وعاده وتموت والذين من بعدهم وما الله يريد غلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضر الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك كلتم لن يبعى كرار من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرق مرتاب الذين يجادلون في آيات الله لغير سلطان أتاهم كبر رقطا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا ها ما نرأني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأصطيع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك ذلن لفرعون فوء عمله وفد عن السبيل وما كيل فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإما الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يبذى إلا بفلها ومن عمل طالحا من ذكر أو أنتا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يردقون فيها بغير قتاب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العديد الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فتتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بطير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل سرعون كوء العذاب النار يغربون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل سرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن أكنا لكم تبعا تبعا فهل أنتم مغنون عنا نطيبا من النار قال الذين استكبروا إما كلوا فيها إن الله قلح كبغين العباد وقال الذين في النار لحزنة جهنم ادعوا ربكم يخصف عنا يوما من العذاب قالوا أولم فأتأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فرعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلال إنا لمن فردت لنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعبة ولهم سوء الداب ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب وذكرانه للألباب فاصبر إن وعد الله حق حق واتغفر لذنبك وتذبح بهم في ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه ما هم ببالغيه فاستعر بالله إنه هو الزميع البطير لحلق السماوات والأرض أكبر من حلق الناس أكبر من حلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبطير والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة الآتية لا عيب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربك بجنوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدحلون جهنم داخلين الله الذي جعل لكم الليل يتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يغفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بنا وطوركم فيحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين والحي لا إله إلا هو فدعوه مخلطين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني مهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وعملت أن أسلم لرب العالمين والذي حلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شووها ومنكم من يدعف من قبل ولتبلغوا أجلا متمع ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا خضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون لم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنما يصرطون الذين كلبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فتوفى يعلمون إذن الأعلال في آناتهم والثلاثر يسحبون في الحميم ثم في المار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا بلوا عنا بل لم نكن ندع من قبل شيئا ذلك يغل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قدرك منهم من قصصنا عليك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخفر هناك المرطنون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يتيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يتهدئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخفر هناك الكافرون موسيقى